المفروض أن رمضان لا نأكل ولا نشرب إلا بالليل وغالب الناس يأخذون وجبتين في الإفطار هناك الفطور والغداء والعشاء وهناك بين هذا وذاك ربما صندويت شات وربما أنا كنقول في الشمال ميرين دا لكن نلاحظ أن هذا تقريبا عام أن الإنسان عام العموم يعني إذا كان ينفق ألفين درهم في الإفطار ربما ينفق أربعة ألف درهم في رمضان هذه من المفارقة العجيبة جدا مع الجوع الناس يشتهون يشترون الحلويات العصير يأخذون اللحم والدجاج يوميا وكذا من أجل التقويم الاستقواء على الصيام ولكن هذا طبعا مخالف للسنة مخالف للاقتصاد ليس هذا هو المطلوب يعني أن تصوم نهار رمضان ما شاء الله تبارك الله لك ثم يأتي الوقت الإفطار وتملأ بطنك من كل مال الذوطب وعمل نواله فما استفدنا به في الصيام هدمناه وردمناه في الإفطار فحقيقة الإصراف هذه ظاهرة مجتمعية في العالم كله إلا أن رحم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر